وقعت في وزارة العمل اليوم اتفاقية توظيف العمال من جمهورية نيبال في إطار سياستها في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني ولا سيما العاملين في المنازل ولفتح أسواق جديدة وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العمل ونظيره النبالي إلى توفير إطار قانوني لتوظيف العمالة من أجل حماية حقوقها وتعزيزها خاصة الإناث ووضع آلية لحل المشاكل المتعلقة بالعمل تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل ووكالات التوظيف وتضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات المحدثة حول وكالات التوظيف المرخصة والمسجلة بين البلدين وتوظيف العمال من خلال الوكالات المرخصة أو عبر التوظيف المباشر إلى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين حول أفضل الممارسات المتعلقة بالعمالة المهاجرة